السلام عليكم جميعا في هذه المحاضرة سوف نعرض الملامح العامة لمنهاج برنامج الاقتصاد القياسي في الدراسات العليا في تخصص الاقتصاد وسوف نبدأ في البداية بتعريف ما هو علم الاقتصاد القياسي ثم نتطرق الى بعض النقاط مثل علاقة الاقتصاد القياسي وباقي العلوم ولماذا ندرس عن الاقتصاد القياسي وخطوات عمل النموذج القياسي ثم نقوم ببعض التحليلات الخاصة بالعلاقات ما بين النمازج الرياضية والنمازج الاقتصادية القياسية في البداية يجب ان نحدد ما هو تعريف علم الاقتصاد القياسي هناك العديد من التعريفات ولكن من ابسط هذه التعريفات ومن اكثرها شيوعا هو استخدام الاساليب الاحصائية في مجال الاقتصادي وكما هو معلوم فان الاحصاء تبنى في اسسها الاولى على علم الرياضيات ومن ثم يمكن ان نقول ان الرياضيات ممتزجة بالاحصاء يتم استخدامها كادوات في المجال الاقتصادي وذلك بهدف الوصول الى العلاقات بين المتغيرات وامكانية التنبؤ بهذه المتغيرات وسلوكها في المستقبل بالنظر الى ما هو موجود في هذه الشريحة نجد ثلاثة دوائر الدائرة العليا وهي الرياضيات ثم الاحصاء ثم الاقتصاد تفاعل وتداخل هذه الدوائر ينتج مجموعة من العلوم فالرياضيات مع الاحصاء يشكل ما يمكن ان يعرف بالاحصاء الرياضي الرياضيات مع الاقتصاد يشكل الاقتصاد الرياضي اما الاحصاء مع الاقتصاد يشكل الاحصاء الاقتصادي اذا ما ثماست الدوائر الثلاث وتدخلت ووضيف اليها تفاعلتها من الاحصاء الرياضي والاحصاء الاقتصادي والاقتصاد الرياضي نجد في القلب منهم جميعا الاقتصاد القياسي وبالتالي فهو علم هجين خليط من مجموعة من العلوم فالاقتصاد الرياضي يستعدى لبناء النظريات الاقتصادية والتعبير عنها بشكل مقتضى والاحصاء الرياضي والاحصاء الاقتصادي يقوم بجمع البيانات الاقتصادية بشكل دولي وبتحليل هذه البيانات في ظل الاساليب الاحصائية وهي الخطوة الثانية التي تتلو وضع النموذج الرياضي وفي النهاية نصل الى النموذج القياسي لماذا ندرس علم الاقتصاد القياسي فلنأخذ هذا المسأل علاقة الطلب والسعر في ظل النظر الاقتصادية في ظل النظر الاقتصادية فان الكمية المطلوبة ويشار اليها المحور الافقي برمز QD والسعر ويشار اليه المحور الرأسي بالرمز P ويعني price او السعر يمكن بعد جمع البيانات ان نحصل على هذا المنحنى ذو اللون الاخدر الذي يشير اعلاقة الطلب ويعلاقة عكسية وبالتالي انتقلنا من الوصف اللفظي الى استخدام البعد الهندسي وان هذه الحالة تشير الى الحالة البسيطة وهو ان العلاقة تشمل فقط متغيرة دون ما غيرهما وذلك في ظل افتراض ان باقي المتغيرات الاخرى كاسعار السرع الاخرى والدخل وخلاف ذلك ثابتا ولكن في الواقع هذا لا يحدث فاذا ما اردنا ان ندخل بعدا ثالثا ونفرض انه الدخل فسوف نحصل على التالي خلاقة الطلب والسعر والدخل في النظر الاخصدية هنا نجد والتي تشير الكمية المطلوبة والسعر وهو والانكم وهو الآن نرى الابعاد السلاسة حقيقة ان هذه الابعاد السلاسة اكثر واقعية من البعدان ولكن يتضح لنا صعوبة هذا التصوير السلاسة الابعاد حيث من الصعب تحديد قيم اي نقطة بشكل بسيط ومجرد العين ولهذا عادة ما نلجأ في الاقتصاد الى افتراض البعدان حيث نفترض النباق المتغيرات بخلاف الكمية المطلوبة والسعر ثابت ولكن ما هي المشكلة خلف ذلك؟ المشكلة هو حصرنا في عدد قليل جدا من المطايرات التي لا تشير الى الحالة الواقعية ومن ثم كان هناك احتياج الى التحول تدريجيا الى عدد اكبر من المطايرات ولم يكن للرسم الهندسي هذه القدرة حيث ان الابعاد المعروفة هي ثلاثة ابعاد ولكن اذا ما استخدمنا الاقتصاد الرياضي ببناء النماذج الرياضية مما يعطيه لنا من فسح وامكانية عالية جدا لادخال عدد لا نهائي من المطايرات نقول قد خطونا خطوة الى الامام في ظل واقعية النموذج ما هي خطوات عمل النموذج القياسي والتحليل القياسي بركاء النظر الى ما لدينا هنا عادة ما نبدأ بالنظرية الاقتصادية ووفقا للنظر الاقتصادية يتم وضع النموذج القياسي في شكله الرياضي ثم يتم تجميع البيانات وفقا للمطايرات المحددة في هذا النموذج القياسي وباستخدام الشكل الخاص بالنموذج والبيانات المجمعة يمكن تقدير النموذج وبعد التقدير تأتي مرحلة الاختبارات التوصفية والتشخصية لتحديد مدى جودة النموذج وما اذا كان يعاني من مشكلات احصائية ام لا ويأتي السؤال الان هل النموذج جيد؟ اذا كانت الاجابة لا فاجب ان نعود الى بناء النموذج القياسي من جديد اما اذا كان النموذج جيد فنخطو خطوة للامام وهي اختبار الفرود كأن نختبر فرض ان المتغير اكس او المتغير المستقل له تأثير ايجابي على المتغير واي المتغير التابع واذا ما وصلنا الى هذه النقطة نستطيع استخدام النموذج في التنبؤ ورسم السياسات ومن ثم يمكن استغلال هذه النتائج للعودة الى النزل الاقصدية لتعدلها او تأكدها حسب الحالة التي نرى النمازج الرياضية واستخدامتها في المجالات الاقصدية بالعودة الى الاصول الاولى للتخليل الرياضي في الاقصد القياسي نجد ذلك في عمل هام من اعمال الفريد مارشل الذي نشره في العام الف تسعمائة وعشرون او عشرون وتسعمائة والف كم هي عادة العرب في تحديد السنوات وهذه الجملة المقطعة من عمله او كتابه تقول التالي لأن الفيديوات المياه المطلحة في المجالات الإسلامية تبدأ في ضع مجال الناس تجربة تسعمسات الرياضات ويجب أن يكوني اخطائها ويجب أن يكوني على تحتاج الوصول لإمكانيه وهذا يعني اختصارا أن الاستخدام الأساسي للرياضيات في المجال الاقتصادي هو المساعدة في كتابة المشكلات الاقتصادية بشكل سريع ومختصر ودقيق للتعبير عن الأفكار الخاصة بالباحث أو الشخص المهتم بالاقتصاد وكذلك التأكد من وجود قدر كافي وممكن للوصول إلى النتائج المرجوة خطوة أخرى مع أحد الأباء لعلم الاقتصاد وهو جوزيف شومبيتر وذلك في العام 54.900.000 وهنا نجد شومبيتر يكتب التالي ما يختلف النتائج المجال والإعجابي من الناس من الناس من أخرى الذين يعتقدون وقصوا عن عن الأمور الأمور هو مجموعة من التكنيقات التي نعرف فيها في ثلاث مجموعة حياة، 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 وكتبات أقرار وهو ما يعني أن الفارق الجوهري ما بين الاقتصادي الذي يعمل بهذا العلم وأي إنسان عادي يفكر ويتحدث ويكتب عن الموضوعات الاقتصادية هو في الطريقة التي يقوم كلا منهما بالتعبير عن أرواه وأفكاره وفي حالة الاقتصادي العامل بالعلم الاقتصاد فإن هناك ثلاث أسس يعتمد عليها التاريخ بما يحوي من تجارب الإحصاءات بما تحوي من بيانات والنظرية بما تحوي من أفكار وإذا تم مزج هذه العناصر الثلاث فإننا نحصل على ما يمكن أن يطلق عليه التحليل الاقتصادي وهو الآن أساس من أسس علم الاقتصاد الذي يطفي الكثير من الأهمية لهذا العلم يأتي ألفا تشينج في كتابه الطرق الأساسية في الاقتصاد الرياضي ليضيف هذه الجملة الأهمة إن النظرية الاقتصادية هي تجريد للواقع ومن العسير عرض كافة العلاقات المتشابكة في ظل هذا الواقع لهذا كانت الحاجة إلى النموذب الاقتصادي حيث أنه بناء عيكلي تقريبي للأقصاد الحقيقي وهذا رد على هؤلاء الذين يرون أن النمازج الاقتصادية المعبر عنها بالمعادلات الرياضية أو النمازج الرياضية قد تكون غير هامة ولكنه يشير إلى فكرة بسيطة المؤداء إن النظرية مثل النموذب هو تصغير وتجريد للواقع المعقد حيث أنه زو علاقات متشابكة ولا يمكن دراسة الواقع كما هو ولكن في ظل البحث والدراسة يجب أن يتم التركيز على بعض النقاط الأساسية وهذا هو التجريد والتبسيط ولهذا يقوم النمازج الاقتصادي على تقريب للواقع والحقيقة وهو بناء هيكلي يضيف جوزيف شونبيتر في أحد أعماله الأخرى أن الطريق الوحيد الذي يجعل علم الاقتصاد قادر على توجيه وإفادة السياسيين ورجال الأعمال على انطاق واسع هو استخدام الطرق الكمية ويقصد بها الاقتصاد الرياضي وإذا لم يكن الاقتصاديون قادرون على تحويل نقاشاتهم وحواراتهم من لغة الكلام إلى لغة الأرقام فإن أصواتهم لن تسمع من الرجال العمليين ويقصد بها رجال الأعمال وهو يعني أن إذا ظل علم الاقتصاد قائما على النظريات والتحليل اللبزي دونما الاعتمال إلى الرياضيات لتلخيص وتكسيف العلاقات بين المطائرات وتحديد إطار للتحليل فإن هذا سوف يكون من الصوبة بما كان أن يتم تتبعه والاهتمام به من رجال الأعمال الذين يمثلون بقرة أساسية في الاقتصاد هذا بالإضافة إلى رجال السياسة والدولة يأتي لوكس روبرت لوكس ويضيف شيئا هام هنا هنا إن التحليل الرياضي لم يعد أحد الطرق لفهم النظرية الاقتصادية بل أصبح الطريق الوحيد إن النظرية الاقتصادية هي التحليل الرياضي وفيما عدا ذلك ما هو إلا مجموعة أشكال بيانية وحديث مجرد وهنا نرى كيف أن لوكس يرى أن التحليل الرياضي سوء أهمية بالغة فبدونه يفقد علم الاقتصاد الكثير والكثير من أهميته وهنا نرى مارك كاك والسون جوهانسين يشيران إلى شيء بسيط يقرب الفكرة إلى الزين إن النمازج الرياضية في الجانب الغالب لها ما هي إلا رسم كاريكاتيري للواقع وإذا ما كان هذا الرسم كاريكاتيري متقن الصنع فإنه يساعد على فهم جوانب هامة من العالم الذي نحيى فيه والدور الأساسي للنمازج ليس التفسير أو التوضيح أو التنبؤ ولكن الهدف هو استقطاب الأفكار واستجلاب الأسئلة الثاقبة حيث يرى أن استقطاب الأفكار سوف يجعل لدينا القدرة دائما على خلق نظريات جديدة كما أن الأسئلة الثاقبة التي تبحث عن إجابة هي التي سوف تضيف إلى العلم ويأتي ديفيد رومر فكتابه الشهير Advanced Microeconomics ليشير إلى نفس المغزى ونفس المضمون حيث يقول في بداية هذه الجملة But the purpose of a model is not to be realistic ليس الغرض من النموذج أن يكون واقعيا After all we already possess a model that is completely realistic The world itself نحن جميعا نملك نموذج واقعي تماما وهو العلم الذي نحيانا The problem with that model is that it is too complicated to understand ولكن المشكلة مع هذا النموذج أنه معقد بشدة لدرجة يصعب مع هلثه ولهذا تأتي أهمية النماذج القياسية والآن ننتقل إلى نقطة ثانية وهو عدم التأكد وفلسفة الإحصاء والاقتصاد ونشير هنا إلى نمحات فلسفية بسيطة تتعلق بالإحصاء والاقتصاد فيما يطلق عليه الاقتصاد القياسي لا يوجد أمر قاطع وهذا نتيجة عدم اليقين الذي يبنى عليه علم الإحصاء فالفارق بين علم الإحصاء وعلم الرياضيات هي درجة عدم اليقين والتي يشار إليها بحد الخطأ أو البواقي على النقيد من اليقين التام الذي يبنى عليه علم الرياضيات حيث أننا في علم الرياضيات نضع كل شيء تقريبا في شكل معادلات واحد زائد واحد يساوي اثنان ولن يكون أقل أو أكثر من هذا فهذا هو يقين تام بما أننا لا نملك اليقين التام في عالمنا فأننا نكون في أحسن حالات ساعين خلف تخفيض قدر عدم اليقين الذي نعمل في ظله ومن ثم تتضح لنا واقعية علم الإقصاد القياسي المبني على الإحصاء والمستمد أصوله من بناء النمازج الرياضية بإضافة عنصر الخطأ المعبر عن قدر عدم التأكد ويمكن أن نضيف لما سبق أن علم الإحصاء القائم على عدم التأكد والذي يقاس بالإحتمال هو ما يظهر في علم الإحصاء في ظل احتساب الإحتمالات والذي يرتبط بدوره بدرجة الثقة ومدى الثقة وهو ما يرتبط مباشرة بعملية الاستدلال الإحصاء وإن الحديث عن عملية النمزج أو وضع النمازج أو جناء النمازج فإننا نعود إلى مبدأ الاحتمال وذلك يرتبط بدور مفهوم الخطأ بما لهم من تطبيقات كثيرة في المجال الاقتصادي والمجال التمويل على سبيل المثال في النهاية أشكركم جميعا ترجمة نانسي قنقر